بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكل متابعة قناة طي جسات. اولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنستعرض فيه الصفت الجديد لاجهزة الميديا ستار سبعة وعشرين سبعة وعشرين فور ايفر. الصفت بتاعنا لسه نازل يوم سبعة وعشرين او تسعة وعشرين اربعة. يعني الصفت لسه جديد. عشان لو ما فيش حد لنزله او في ناس لسه ما نزلتش الصفت تبدأ تنزله. لان الصفت عن تجربة بعد لما جربته. حبيت اعمل عنه فيديو الصفت ممتاز جدا. قوائم عشرة على عشرة. تنظيم ما فيش احسن من كده. سرعة في الاداء بالنسبة لربط الواي فاي او تشغيل القنوات ممتاز جدا. حل مشكلة الواي فاي اللي انا واحد من الناس كنت بعاني منها ان الجهاز بيعمل رستارت وفيه بيحصل مشاكل كده لكن الموضوع اتحل. بس لازال المشكلة الاكبر وياريت فريق الدعم الخاص بالاجهزة يحلها هو موضوع الصوتيات. الجهاز محتاج اكتر من مصدر صوت للصوتيات لان الصوتيات اللي عليه الخاصة بالفور ايفر بتفصل وبتهنك كتير فطبعا دي العيب الوحيد اللي في الاجهزة لكن الاجهزة ممتازة جدا وهنتكلم وانحنا بنستعرض الصفت فعلشان ما طولش عليكم يلا بينا نبدأ نروح للرصيفر بتاعنا ونستعرض الصفت كده مع بعض على السريح فيلا بينا. اهلا بكم مرة تانية وزي ما احنا شايفين احنا دلوقتي على الرصيفر بتاعنا هنبدأ نخرج كده من القايمة ونبدأ ندوس على المينيو ومن اول وجهة او من الوجهة بتاعة الصفت اتغيرت بالكامل وزي ما احنا شايفين التنظيم ممتاز جدا يعني تحس ان انت ماسك موبايل او ماسك تابلت في ايدك تنظيم ممتاز القايمة الاساسية في الجنب والقوائم الفرعية على ايدك اليمين. حاجة منظمة جدا زي ما انت شايف جميع التطبيقات الخاصة بالصرفرات او اه التطبيقات التانية موجودة وكل تطبيق باين وواضح يعني مفيش حاجة مخفية اما بالنسبة لباقي التطبيقات لو انت تتحركت بالسهم كده زي نظام الموبايل بالزبط لو دخلت عليه كده مكتوب عليه يعني كل التطبيقات لو دخلت عليه هتلاقي جميع التطبيقات الخاصة بالرصيفر كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها سواء التحديث او اي حاجة تانية خاصة بالرصيفر هتلاقيها موجودة داخل كلمة تطبيقات اللي هي بتبقى في اخر اه الوجهة من برا اللي هي موجودة في الاخر دي ما كان ما بشاور في ايدك اه اليمين ابدأ نروح لنسخة ونشوف النسخة اللي معنا الاصدار اللي معنا هنبدأ نروح كده على ضبط النظام وننزل على معلومات الرصيفر طبعا النسخة دي هو رقم متين اللي هي النسخة الاخيرة اللي معنا اللي هي لسه نازلة طبعا الجهاز اللي معنا ميديا ستار ميني سبعة وعشرين سبعة وعشرين فور ايفر طبعا الجهاز ممتاز جدا عن تجربة الجهاز ممتاز جدا اه طبعا قلتلكم هقول لكم على حاجة واحنا شغالين بالنسبة لمشكلة الصوتيات احنا اتكلمنا عليها ان هي محتاجة حل اما بالنسبة للحاجة اللي انا حابب اناوها عليها لو انت من الناس اللي حابة انك تولد الشفرات بتاعة البيس او شفرات الفدات بالنسبة للناس اللي بتتفرج على يوتل سبعة وعشرة وتلاتة او محب الفدات زي كده الرصيفر ده ممتاز جدا ومن اسرع الاجهزة اللي قابلتني في موضوع توليد او جلب الشفرة اوتوماتيك بصراحة الجهاز متفوق في الحتة دي فوق الممتاز ده حبيت اه انوها عليها قبل ما نتكلم وين استعرض بقية مواصفات الايه بتاعنا هنبدأ نروح لاول قايمة معانا وهي قايمة التركيب زي ما انت شايف قايمة التركيب ممتازة جدا تغيير فيه الوان اه التركيب طبعا الزوم سيجنال موجود اللي هو بتدوس على الزرار الازرق غير الالوان الكتابة ما كانتش واضحة وكان فيها زي تشويش كده لا الكتابة انزبطت الالوان اوضح يعني تقدر تزبط به الالوان اخضر واصفر واضحة جدا وتظهر معاك بالنهار تمام بعد كده هنروح للقايمة التانية وهي قايمة تعديل القنوات طبعا من اهم المميزات في الرصفر بالنسبة لتعديل القنوات ان انت وانت واقف على امر يعني انا لو بتفرج على انا القناة باينة قدامي متابع الحاجة اللي انا بتابعها تقدر تختار اي امر تاني تدوس مينيو او تدوس سات وتبدأ تختار مسلا اموس اقدر اعدل ادوس كده نقل واقدر اعدل وبرمج وامسح وحفز واسيف واعمل اللي انا عايزه على الامر وانا واقف على نايل سات بتفرج عليه من ضمن المميزات برضو الممتازة في الرصفر ده اه كان استعراض ليه الصفت الحديث لاجهزة الميديا ستار سبعة وعشرين سبعة وعشرين والاجهزة التانية برضو نزل لها تحديثات فلو انت عندك الرصفر تنزل التحديث تحديث ممتاز ما تقلقش منه لحد دلوقتي ما لوش اي مشاكل بالنسبة لاي حاجة عليه هنخش مع بعض على السريح كده اواري اكتفاعها للصرفر ازاي عشان الناس اللي هي اه بتعاني من مشكلة تفعيل السرفر بعد تنزيل السوفت وير عشان الناس اللي بتنخبض بس ضبط السرفر طبعا وانت واقف على السرفر اول ما بتخش كده بتيجي هنا من الرموت بتدوس على زرار رقم تلاتة بيقول لك سرفر بتبدأ تقول له نعم يعني انت لو اتكيت كده تلاتة هو بيقول لك انت عايز اه تعمل هتقول له نعم وتدوس اوكي وهتبدأ تربط بالاتجاه كده هتبدأ ترجع بالاتجاه اللي بيعله ويوطي هتلاقي ان السرفر بتاعك شغال ما فيهوش اي مشكلة واعمل معاك اتصال عشان الناس اللي بتنزل اه السوفت وير وبتيجي بعد كده تقول لك السرفر مش شغال الموضوع كله انك هتعمل دفولت للسرفر هيشتغل معاك من غير اي حاجة بعد طبعا ما تربط الواي فاي تاني حاجة يا ريت الناس قبل ما تنزل السوفت تعمل ضبط مصنع وبعد اما تنزل السوفت الجديد تعمل ضبط مصنع وبعد كده تبدأ تنزل ملف القنوات الخاص به اما بالنسبة لتحميل السوفت وير ان شاء الله هسيب لكم الرابط في الوصفة على صفحتنا على الفيسبوك هتخش على الرابط هدخلك على الصفحة وتبدأ تحمل السوفت وير من غير اي مشكلة ده كان فيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر استنونا ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته